الآن ينضم إلينا في الستوديو الباحث في شأن السياسي الدكتور منافل موسوي دكتور أهلا وسلم بحضرتك أهلا دكتور اليوم من الحنان الأمم المتحدة أشهدت بإجراءات المفاوضية التي رافقت انتخابات تشهير وبالتالي هنا نتحدث عن رسالة أرادة بلاس خارت إيصالها هل يمكن قراءة هذه الرسالة مثلا؟ أولاً أجد الترهيب كساء صادق بسلت لميسك وديم عمتها بشادي قرانة العراقية أولاً براس خطرة أرادت أن توضح مجموعة نقاط تحدثت بها سلتميس قبل قليل أن الأمم المتحدة جاءت يعني راقبة الانتخابات بطلب من المرجعية الدينية وبطلب من السيد الصدر وبطلب من بعض العزاب الأخرى الموجودة في المشهد السياسي بالتالي رأي الفريق المراقب أن هذه الانتخابات على المعايير الديمقراطية ماتخابات جيدة لم يحدث لا توجد فيها شكوك ولا توجد فيها ثباتات حقيقية عن وجود حالة تزوير بالتالي هي هنأة السيد الصدر باعتبار اليوم الكتلة الفائزة الكبيرة والرسالة الأهم هي الدعوة إلى المحكمة الاتحادية بالإسراع بالمصادقة على النتائج الانتخابية باعتبار اليوم أن هناك ضغط من بعض الكتلة السياسية لمحاولة تأخير المصادقة تعرف المصادقة لا توجد فيها توقيتات دستورية والبعض يحاول أن يؤخر هذه المصادقة بسبب حتى تحصل توافق أو تحصل اتفاق أو إلى آخره من القضايا بالنتيجة لأن اليوم السيد الصدر يقدم مشروعا تغييريا جديدا يذهب إلى بناء الدولة العراقية الجديدة يتوافق هذا المشروع مع المطالبات المتظاهرين مع مطالبات القواعد الشعبية وإيضا مع نصائح المرجعية التي أكدت على عملية التغيير بالتالي هناك اختلاف الرؤية ما بين الكتلة تحاول الكتلة المعترضة أن تطيل من فترة عدم المصادقة على النتائج حتى تحصل على اتفاق سياسي إذا لدينا دعم من المجتمع الدولي وأيضا مباركة للكتلة الصدرية الفائزة ربما هذا يؤدي في النهاية إلى فهم نتيجة واحدة وهي تشكيل الأغلبية الوطنية التي قد يد أو دعا إليها بالفعل التيار الصدري هل هذه الرؤى المتشابهة قد تقود إلى تحقيق هذا الهدف ونشهد حكومة مشكلة بأغلبية وطنية أنا أقول أن المصادقة على الانتخابات ربما تكون حاسمة في تحديد هوية وشكل للمشهد السياسي القادمة وفي تحديد هوية وشكل للحكومة العراقية بالنتيجة اليوم نتحدث عن عملية تغيير ونقول أن التغيير على الرغم من أن من يطالب بهذا التغيير هو الكتلة الصدرية لكن بالنتيجة هذه المطالبة تتوافق مع مطالب الجماهرية تتوافق مع متظاهري التشرين تتوافق مع مطالبات المتظاهرين التي كانت بالنتائج الانتخابات المبكرة بالنتيجة لا بد أن تكون نتائج الانتخابات المبكرة أيضا متوافقة من خلال الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية وأعتقد هذا ما يؤدي إلى عملية التأييد سواء كان داخليا أو حتى من قبل المجتمع الدولي مع تمسك دكتور مع تمسك بعض القوى بخيار حكومة التوافق هل ترى أن سيد صد سيئ ذهب إلى قوى السنية والكردية لأعلى أصوات لإيجاد حكومة أغلبية يعني لا أعتقد بهذا يعني هناك محاولات لعرقلة هذا المشروع من قبل التارب بعض الأطراف لكن أتفق معك أن هناك توافق كبير في الرؤية في البرنامج التحالف الذي قدمه سيد الصدر والمتمثل بإعادة هيبة الدولة بحصر السلاح بيدي الدولة بعملية محاسبة الفاسدين وبتقديم برنامج حكومي يكون قادر على حل حالة الإشكاليات والذهاب إلى ما يطلق عليه بحكومة الأغلبية الوطنية نعم لكن دكتور منافر بما تحدثنا في مرة السابقة عن الاجتماع الذي ضمت تيار الصدري وإيضا قواء الإطار التنسيقي وشهدنا الأمور اتجهت إلى ذات السياق أو ذات المساري إنها في انسداد سياسي لم تطرح حلو الواقعية وأيضا لدينا تأخير في المصادقة من قبل محكمة الاتحادية في ظل هذا الشد والجذب وتعرق المفاوضات كيف نرى الفترة السياسية القادمة أو ما هو الحل؟ أنا أقول الحلف المصادقة على النتائج بالنتيجة المصادقة على النتائج قد تدخل الجميع في ما يطلق عليه بالتوقيتات الدستورية وهي تكون حاسمة بحسم المواضع الدكتور منافر موسى والبحث في شأن سياسي أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا